ايه اللي بيحصل في الزمالك مع قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم السبت القادم ان شاء الله في دوري نايل احكي لك الحكاية في اصوات هي الاكتر داخل مجلس ادارة نادي الزمالك بتقول نلعب مباراة سيراميكا كليوباترا بشكل طبيعي ونستمر بشكل عادي في بطولة الدوري نظرا لتنفيذ رابطة الانداء لأحد مطالب الزمالك اللي هي اعلان جدول الدوري بالكاميرا ومواعيد المباراة المؤجلة طيب طيب لبعد كده لاصوات الاخرى يعني في اصوات اخرى في المجلس بتصر على موقف الزمالك الحالي وبترفض فكرة استكمال الدوري الا بعد تنفيذ رابطة الانداء لكل مطالب الزمالك الموقف النهائي للزمالك هيتحدد خلال ساعات والاقرب استكمال الدوري واخون مباراة سيراميكا كيليو باتر طيب ده الوضع سني انت بقى رأيك ايه انا اعتقد واتصور بنسبة تتخطط 90% لا 99% الزمالك يلعب عادي مباراة سيراميكا كيليو باتر ده توقعي بعده مش المعلومة معلومة تطلع لما مجلب سدارة الزمالك يجتمع وياخد قرار النهائيش مش انا اللي ااخد القرار انا بقول لك توقعي انه الزمالك هيلعب مباراة سيراميكا كيليو باتره بشكل عادي هتقول لي لأ لو الزمالك طلع بيانه عنده طلبات معينة والرابط ما نفذتش كل الطلبات ده نفذت طلب واحد هقولك منمشيها مع بعض اسيب لك طلب اديك طلب تسيب لي واحدة اسيب لك واحدة ونمشي المركب اعتقد الزمالك هيفكر كده طيب هيفكر كده ليه عشان بجانب انه الزمالك منفع عشان يتحارب منه كلنا يعني كل جمالك كورة في مصر الاسم الكبير ده ما ينفعش يحرم جماهيره منه وللسبب الاهم من كل ده انه يا جماعة فكرة ان انا ملعبش مطشاط دي او هنسحب من الدوري دي لها تبعات تسوقية ومالية وامور كثيرة جدا في منتهى الصعوبة لا يتحملها نادي اي نادي في مصر اي نادي فالامور مش بالسهولة دي اقول كده لبعض المشجيين اللي هو يقولك ايه لا احنا هنسحب لا احنا ما نكملش لا احنا نعترض اه ما يعني دي كلها بقى ليه هتوابع زي مالك قريدي عنده ازمات مالية كبيرة جدا عنده مشاكل كبيرة جدا في القضايا اللي عنده والغرامات وايقاف القيد وكثير من الامور صعب جدا يدخل نفسه في ازمات اخرى تحديدا مالية شو ما انا بكلمكش على امور فنية ولا مسابقة ولا الفرقة تبعد ولا متلعبش ولا الكلام ده كله بكلمك على فكرة الاقتصاد الموضوع مش بالساهل كده عشان بس بعض الناس بتتعامل معه انه هو بالساهل طي عشان بس وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو